في سياق متصل قالت المخابرات العسكرية البريطانية أن أولوية روسيا خلال أيام الماضية أصبحت على الأرجح إعادة توجيه الوحدات لتعزيز حملاتها في جنوب أوكرانيا ووفقا للمخابرات البريطانية فقد واصلت القوات المدعومة من روسيا التابعة لجمهورية دونتسك الانفصالية في دونباس محاولة شن هجمات شمالي مدينة دونتسك ومن جهتها ذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية أن القتالة الداري مستمر في بيسكي وهي قرية بشرق البلاد قالت روسيا في وقت سابق أنها تسيطر عليها بالكامل